مرحبا اصدقائي كيفكم معكم نعم من قناة نيمو بهذا الفيديو احكي لكم عن حفلة Travis Scott لانه لحد الان الناس ما عرفت اي شي عنه مع اني نزلت فيديو بالمواعيد الكاملة Travis Scott بس لحد الان في ناس ما عم تعرف امتا وكيف وشلون بدي تفوت على الحفلة فاذا انت اول مرة عند تشاهد فيديو على القناة ياريك تشتريك تفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو وكتوب كومنت حلو ليوصل لأكبر دعم الناس وبدي منكم نطلب ان هذا المقطع تنشروه بين كل اصحابكم اللي بيلعبوا فورتنايت مشان يعرفوا المواعيد بالضبط ومشان تكون دعم لأيلي للقناة لو انت حابب تدعمني مو اكتر من هيك فعلا مع بعض نشوف المواعيد ونشوف شركة فورتنايت شو قالت بالنسبة للمواعيد وكيف تفوت على السيرفور وتحضر الحفلة اول شخص انت وين ما كنتوا تكون بالعالم اول شي اصدقائي مثل المشايفين هاي هي صورة المبنى او صورة المسرح اللي صار بفورتنايت طلع العده التنازلي و الساعة 0 tantain لتوقيت السعودية ونزل تلع ونزل تلع العده التنازلي الخاص الذي قمت بفورتنايت او بالحفلة اللي لي事ح تصير بعد 12 ساعة بالضبط متن ما مشايفين 12 ساعة صفيان انا رحيطت قلقت هاي اللقطا بعد 6 دقائن ونزل الساعة 0 tantain بتوقيت السعودية معنات الساعة 0 tantain بتوقيت السعودية لحفلة قبلкт Data Shop ما يزوف بساعة خلو هي ببالكن اذا الحفلة اللي حتبتدي قبل ما يتخلص ال item shop او يتبدل عفوا ال item shop بالitem shop الجديد فخلي هاي الفكرة ببالك مشان انت تعرف انه الحفلة اللي حتبتدي قبل ما يتغير ال item shop بساعة وطبعا انت كلاعب فورتنايت انت بتعرف انت بتغير ال item shop انا عندي ال item shop بتغير بمصر الساعة تنتين قبل بساعة لحتكون الحفلة عندي بمصر الساعة واحدة بعد منتصف الليل بتاريخ 24 بعد ما يقلب اليوم يعني بتاريخ 23 يوم الخميس بيقلب بيصير يوم الجمعة تبتدي الحفلة معنا الساعة واحدة بالليل توقيت مصر بس اللي احنا خلينا عم نحكي على سعودية بدي لكم هلأ حاليا بالنسبة لفورتنايت شو قالت فورتنايت نزلت على الفيسبوك انه كاتبين لا حاجر تغيير السيرفر عنده مشاهدة الحدث سيكون أسترامونيكال أو ترافيس كوت متاح لكل الريجون في أي وقت موجود بالجدول انه هذا يعني انه انت بتقدر تغير وين ما بدك وتفوت وين ما بدك على أي سيرفر بدون ما تعمل أي شيء وما في حاجة على انك انت تغير السيرفر الخاص فيك هلأ هذا الكلام نحنا شو استفدنا منه هاد الشي اللي انت شايفه أمامك هيت نزلوه على الفيسبوك شركة فورتنايت وحكت هاد الشي هلأ انت بقى شوف انا شو له حقلك مشان انت تعرف انت الموعد بالزبط هذا الفيديو انا نزلته ان شاء الله قبل بعشر ساعات من الحفلة مشان انت تكون عرفان امتى لما يقلب النهار على يوم الجمعة الساعة تنتين صباحا بعد منتصف الليل من يوم الخميس يعني صباح يوم الجمعة الساعة تنتين بتوقيت الرياض والسعودية هاي اول حفلة اللي حتكون معنا يلي هي الساعة تنتين بتوقيت الرياض والسعودية ليلة 24-4 يلي هو ليلة يوم الجمعة بعد منتصف الليل فهيك انا بكون قلتلك امتى بالرياض انت كله عليك يا صديقي انك لو انت حابب تعرف وين مثلا لو بالمغرب لو بالجزائر كله عليك انك انت تفوت على جوجل تكتب توقيت الرياض وتشوف قديش الساعة بالرياض وتشوف قديش الساعة عندق انت مثلا وتخصمها وتعرف قديش الوضع كثير بسيط وسهل لحتى انت تعرف انت الحفلة بالزبط بس لو انت ساكن بمصر الحفلة ستكون الساعة واحدة بالزبط وحدة بالليل ليلة يوم الجمعة ولو انت ساكن بالرياض او بالسعودية الحفلة ستكون الساعة تنتين صباحا ليلة يوم الجمعة 24 هايهيHer Empad ذهرة أمامكم ولو انت حابب تشوف الاعادة تبع فورتنايت تبع هاي الحفلة يوم 24 أربعة على السيرفر الأوروبي والشر الأوسط الساعة خمسة بتوقيت الرياض والساعة أربعة بتوقيت مصر لو انت حابب تشوف بعد هيك وبعد هيك لسه فيه أوقات كتير ما لح اشرحها مشان ما اطول الفيديو بتمنى ان يكون فتك بهذا الموضوع وبتمنى انك تكون انت عرفت شلون لح تحسب الوقت هاي هي كل شي شرحته عن الوقت وانا كمان تحت كومنت مسبت تابع الكومنت المسبت انت كل فيديو تابع الكومنت المسبت ونزلها تحت شوف الكومنت المسبت بالتوقيت بالضبط انا لاح اشرح لكم ولاح اكتب لكم التوقيت تبع سعودية كتابة نفس اللي انا حكيته بس احكتب لكم ياها كتابة مشان انت كمان تكون عرفان كتابة ولو انت يعني ما فنت على كلامي او على هجتي شوف تحت الكتابة وانت اكيد لح تعرف تستوعي وتعرف الموضوع كيف وشلون اللي حيصير بتمنى انك تشارك هذا المقطع بين كل الناس لحتى الناس تعرف انت المواقيد بالضبط لو انتك بتكون بتساعدني بتدعمني الي وبتدعم القناة وبتدعم اصدقائك انهم يجوا بالوقت المحدد وما تروح عليهم الحفلة وتنجد لكم مع بعض ان شاء الله انا اليوم لح احضر الحفلة وصورها وضيغري ارفع لكم ياها على اليوتيوب اليوم ان شاء الله بتاريخ الساعة واحدة على السيرفر الامريكي وبحب تذكر انك انت مو شرط تتغير السيرفر الامريكي خليك على السيرفر تبعك ومتل ما حكينا الساعة تنتيم توقيت السعودية والساعة واحدة توقيت مصر هيك انت بتكون بالتمام وضعك بالسليم قبل بنص ساعة بتكون جايز على البي سي تبعك او البي سيشين فورد تبعك عم تستنى وقت الحفلة بينزل المود خاص بهاي الحفلة من غير ما تكسر ومن غير ما تقتل ومن غير ما تعمل اي شي بتنزل بهذا المود وبتستنى قبل بنص ساعة خليك حاضر او قبل بساعة لو تقدر مسان السيرفرات الحيكون عليها ضغط شديد فانت حاول قبل بساعة قبل بساعتين قبل وتقدر يلـنه السيرفرات حيكون فيها ضغط وحاول ا初 ما ينزل المود الخاص بحفلة والاسرامونيكال حليك جاهز وانزال للغري بالمود وانت قول بف enjoyed مشان تقدر إني اوال شخص بأستين اما ليقوم بضغط السيرفرات وتروح عليك الحفلة الحفلة تكون خرافية جدا متل ما حكوا فلا توحها ع حالك وهرو او bloodyوم chartedars حابب تعرف اوقات تانية بالنسبة لابلات تانية كل عليك انك انت بتكتب على جوجل متل ما قلتلك وبتحط دولتك وهيك انت بتكون وضعك بالسليم وبتحسب الوقت انت وهو الحفل اللي حتكون قبل تغيير الائتم شوب بساعة انت انت بتغير عندك الائتم شوب قبل منه بساعة انزيل واحضار الحفلة قبل منه الساعة الحفلة اللي حتكون شغالة حاول قبل الائتم شوب بساعتين انزيل او فوت على المود يلي لحينزل اللي هو الاسرومونيكا الخاص بترافيس كوت قبل بساعتين من تغيير الائتم شوب شعن انت تكون ready ومستني المود اول ما ينزل تحط ready وتفوت على الحفلة هذا هو كل شي انا شرحت لكم كل شي هلا لحد الان بالصراحة معد في شي تاني ينشرح اكتر من هيك جبت لكم شو قالت الفورتنايت الشركة قالت انه تقدر بدون ما تغير السيرفر وجبت لكم مواعيد بتوقيت سعودية ومصر اكتر دولتين اللي معروفين اوقاتهم بالدول العربية شوف بقى انت شو بدك انا معاك اي شي كتب لي تحت بكومنت انا بدعمك وبدياكن تدعموني تنشروا هذا المقطع بين اصحابكن شكرا لك ازا كملت المقطع الاخر كود الدعم نيمو 9 وبرعايت الله موسيقى